اشتركوا في القناة بطاقة الفقر حيث اكد الحسين الدودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلب بالشؤون العامة والحكامة في وقت سابق ان الاستفادة من الدعم الخاص بغاز البطن سيصبح مقتصرا على الفقراء حقا واضفت يومية اخبار اليوم ان هذه العملية ستتم من خلال اصدار بطاقة خاصة تخول صاحبها الحصول على قنينة الغاز المدعمة وسيندرق العمل بهذه البطاقة التي اطلق عليها الدودي في وقت سابق اسم بطاقة الاستهداف بعد 2018 وقال الوزير في معرض حديثه عن هذا الموضوع المتل الجدل في احدى جلسات مجلس المستشارين لا تنتظر من ان مستربط قبل 2019 لان الدراسة التي نقوم بها تتطلب وقتا طويلا مشيرا الى ان من يحب الفقراء والطبق المتوسط عليه ان يطالب الحكومة بحتف صندوق المقصى نهائيا شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان ترجمة نانسي قنقر